أفاد مرسلون نقلاً عن مصادر في المكاومة الشعبية في اليمن بأن قوات الجيش الوطني والتحالف العربي أحرزت تقدماً على عدة جبهات لكسر الحصار المفروض على مدينة تعز من قبل الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح وكانت القوات الموالية لرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي قد تلقت عتاداً عسكرياً من التحالف لدعمها في معارك فك الحصار عن تعز في غدون ذلك قصف الحوثيون بشكل عنيف طوال الساعات الماضية قرى في محيط تعز وأحياء في وسط المدينة كما أفاد مرسلنا